ترجمة نانسي قنقر نحو أفق أرحب والمحافظة على الموارد والثروات النباتية والحيوينية في البحرين وعلى وجه التحديد يقع الأمن الغذائي ضمن أولويات الأمن الاستراتيجي فيها ولطالما وجه حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه ومن خلال الخطب السامية لجلالته في مختلف المناسبات الوطنية بضرورة رفع مؤشرات الاكتفاء الذاتي في المملكة وتعميق الحس الوطني في توفير الأمن الغذائي ورفع الكفاءة الانتاجية من نافذة استراتيجية وطنية تعنى بإنتاج الغذائي على أن يتم تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص لإنجاز المراد وترجمة لمضامين الرؤى الملكية السامية عمدت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وبمتابعة مباشرة من قبل صاحب السموم الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله إلى بذل الجهود المضنية وتبني أنجع السياسات التي تستهدف النهوض بمستويات الإنتاج المحلي نحو آفاق أرحب والمحافظة على الموارد والأصول الوراثية النباتية والحيوانية وارتباطا مع ما سبق اعتمدت الوزارة ممثلة في وكالة الزراعة والثروة البحرية أساليب متطورة للإنتاج الزراعي الحديثة كتقنية الزراعة بدون تربة حيث وصل عدد البيوت المحمية إلى 356 بيتا أقيمت على مساحة 260 ألف متر مربع تنتج أكثر من 3600 طن سنويا من الطماطم والفاصول الخضراء والخيار والفلفل وأنواع البطيخ وغيرها من المنتجات الزراعية المحلية والتي تساهم في نسبة الاكتفاء الذاتي من الخضروات بنسبة 20 إلى 50% أما على صعيد مجال الاستزراع السمكي الذي يعد أحد الأساليب الحديثة في زيادة مساهمة الإنتاج المحلي في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك التي تشكل مصدرا مهما للغذاء في البحرين فإن الوزارة تتبنى إتمام مشروع استزراع سمكي من المتوقع أن تبلغ غلته أكثر من 9000 طن سنويا من أنواع مختلفة من الأسماك ليساعد ذلك في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي بنسبة 50 إلى أكثر من 60% وفي مقام رفع إنتاج الدجاج اللاحم وبيض المائدة بالتفاهم مع القطاع الخاص تمضي وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني إلى إتمام عدد من المشاريع المستقبلية ستبشر بإنتاج ما بين 9 ملايين إلى 20 مليون صوص في السنة ستحدث اكتفاء ذاتيا بنسبة 26 إلى 55% وأما فيما يتعلق ببيض المائدة سيتم رفع إنتاج هذه السلعة إلى 120 مليون بيضة بعدما كانت البحرين تنتج ما ينوف على 83 مليون بيضة في العام 2020 وعلى أرض مساحتها تزيد على 500 ألف متر مربع تعتزم الوزارة بالتعاون مع منظمة الأغذية العالمية الفاو على إنشاء حظائر تربية المواشي وجميع الخدمات المساعدة في الإنتاج بالإضافة إلى مشروع محجر بيطري سيهمه باستئصال بعض الأمراض الحيوانية المستوطنة والحد من انتقالها بين رؤوس الأبقار والأغنام لمنع حدوث زيادة في نفوق بعضها وبالتالي حصول تداهر في كمية الإنتاج الحيواني المشروع برمته سيساعد في رفع الطاقة الاستيعابية للمحجر البيطري من خمسة آلاف رأس من الأغنام وستمائة رأس من الأبقار لتصل إلى خمسة عشر ألف رأس من الأغنام وألف وخمسمائة رأس من الأبقار لاستيعاب الزيادة المضطردة في أعداد الحيوانات التي يتم استرادها سنويا حيث استوردت البحرين أكثر من مائة وستة وخمسين ألف رأس من الماشية في العام 2020 لتلفزيون البحرين محمد رشيدات